قسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام الآن إذا اعتقد العبد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب فهذا صحيح مثاله لدي ألم في البطن أخذ شيء من الأعشاب أخذ شيء من الدواء وأشرب هذا سبب محسوس ملموس أو أقرأ على بطني الفاتحة مثلا والفاتحة رقية إذن هذا سبب شرعي إذن إذا اعتقد العبد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء شرعية كالرقية فهذا الفعل صحيح نعم يعني متكي أكيكيكوانا ناوغونجا وطنبولاكي أنا ويزا كتشكوا داوة كوغانغا أنا كونيو إذي داوة تناسيما إذي نسبب هذي جاكوان دوزي تامبونيشا أنا سيما أنا زي تشكوا زي داوة لكينا أنا آميني كوغاكي كما زي داوة نسبب نمو أني كومبونيشا ندو الله سبحانه وتعالى الثاني بعض الناس يضع مثلا على البيت أو على الأولاد أو على السيارة أشياء منها رأس ثور مثلا أو حود أو سمك نعم نعم او نعل قديمة نعل قديمة عند باب البيت او بعض الخرا او عين او كف او بعض الاشياء او بعض الاشياء التي تأخذ من البحر او من الحيوانات الميتة يضعها او يكتب بعض الكتابات على مدخل البيت يعني في الحسد وكذا لماذا تصنع هذه الاشياء لماذا تضع هذه الاشياء قل لان الله جعلها اسبابا لدفع العين يعني ايوي نقول الله سبحانه وتعالى لم اجعلها اسبابا لدفع العين انت الان تجعل وتعتقد ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى نقول الله سبحانه وتعالى نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه دواب ولديه اولاد لم يصنع ولم يضع هذه الاشياء فالذي يعمل يحفظنا يحفظنا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم انا مدى وانا فاني يعني ذلك انا تجعلها السباب يعني الله سبحانه وتعالى انا تحفظنا بحفظي والله عالم اشتركوا في القناة